قال تقرير لمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأوسط أن انتشار السلاح المنفلت بشكل غير مسبوق في العراق فضلا عن تفشي الفساد وسوء الإدارة يشكل تهديدا كبيرا للبلاد والحكومة يأتي ذلك في وقت ما زالت أسر ضحايا عمليات الاختيال والقتل مستمرة في تظاهراتها في عدد من محافظات الوسط والجنوب مطالبة القضاء بأخذ دوره في متابعة قتلة أبنائها وزارة الداخلية أكدت بدورها بذل الجهود لحصر السلاح بيد الدولة وتقويض حركة المجاميع المسلحة وفق السياقات القانونية كل شيء سيكون خارج نطاق القانون فهو يشكل جريمة وأنه ستتخذ إجراءات قانونية بخصوص أي موضوع مهما تكون يعامل كالجريمة السلاح المنفنت واللي ما تكون بهناك تصاريح من قبل الوزارة ومن قبل الجهات المعنية خبراء قانونيون يرون أن المادة القانونية كانت صريحة بشأن حيازة السلاح بدون رخصة أصولية إذ تصل عقوبتها إلى ثلاث سنوات مشددة المشرع العراقي في قانون أسلحة النافذ رقم 51 لسنة 2017 هناك حقيقة المادة عالجها بالمادة 24 في الفقرة ثالثا والفقرة رابعا المادة 24 في الفقرة رابعا تصل العقوبة إلى ثلاث سنوات هنا جاءت مشددة حيث أن العقوبة تصل إلى ثلاث سنوات إذا كان السلاح مرخص في التجمعات ضد الحكومة وشهدت الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد منذ عام 2019 انتهاكات عديدة رصدتها مفوضية حقوق الإنسان وقد أشارت عبر تقاريرها المعتمدة إلى استخدام السلاح غير القانوني أيام التظاهرات ما تسبب بمقتل العشرات من الناشطين والمتظاهرين ظاهرة السلاح المنفلت باتت تمثل تحديا خطيرا يهدد الحكومة والمؤسسات الأمنية يأتي ذلك وسط تحذيرات من تنامي هذه الظاهرة بما يهدد السلم المجتمعي أحمد الحسناوي الحرة